سيد جابي فرناني موجود معنا اليوم عدو مجلس بلدية بيروت موضوعنا أكيد بيروت هالمدينة يلي دايما بحاجة أن نكون عم نحدث فيها يلي هي يعني بتضم عدد كبير من السكان ولكن دايما جميلة دايما منظمة على أمل أنه نقدر نحقق المشاريع اللي عم تحلموا فيها مجهور مجهور كيفي كاتيا تانكيو الاستضافة مشاريع كتير منه يلي عم نقدر نحققه منه يلي بل كلا أو منه على طريق التنفيذ اليوم حضرتك رئيس لجنة الحدائق أول شي حلو أن يكون في لجنة حدائق يعني بيروت صحيحة لأنا شوي العالم تستغرب لأنه أنا بالأساس جاي من الكتاع المصرفي بيشتغل بالكتاع المصرفي بقى وبجي من برايفت سكتر بقى هيدا الموضوع كان بيهمني كتير وحبيت من أول يوم استلم هيدا اللجنة لأنه في كتير مشاريع حابب أحكي فيها كمان بمخص الحدائق مبدئيا بدأت بلش عم تبصر النور وبلش يبقى العالم تشوفه على الأرض في مطرح بعض ببيروت للحدائق؟ في مطرح نحن مثل تعرفي عم نزرع تقريبا 17 ألف شجرة دجازة راحنا تقريبا ألفين وكل سنة مبدئيا راح نزرع أكتر عم نشتغل مع جمعيات مثل كرين سيدرز أسوشياشن وغيرها نقدر نشجر محلات البسطية أو المحلات اللي بتملكها بلدية بيروت نقدر نشجرها وبعدنا نحافظ على الموجود أهم شي نحافظ على حرش بيروت وغيره من المساحات الخضرة اللي نحافظ عليها نشوف شوية من المساحات الخضرة الموجودة بيروت اللي يعني من نهينا الحفاظ عليها يعني بوقتنا هيدا وهيدا شغل أكيد عم تعملو شغل جبار مشاريع فإذا حدائق موجودة حدائق بدأ تبين أو بدأ تنفذ مشاريع جديدة أول مشروع مثلا حديقة بدأت تفتتح عريبا هي حديقة الميتروبوليت اليسعودي مبدئيا بدأت تبصر هلأ بدأت تفتتح عريبا عنا كمان خلق مساحات في عنا حديقة بيرجميل بالكارنتينا بالتحت على الصيفة بدأت تفتتح عريبا عنا حديقة جديدة. عنا حديقة كتير مبدئياً بدأت تشوف. هذه حديقة سوفي. وهذه حديقة متران عوضل. المتروبوليت عوضل. اللي خلصت. هلأ تشوفوها هذه خالصة. فيها 120 موقف تحتها كمان. مبدئياً هذه بدأت تفتتح. وقبل كنتوا شايفين السوفي. حديقة سوفي. بلاديمير جيروفيج الأركي تكت. وفي حديقة مفتح حسن خالد. كمان في باركينج تحتها. كمان المناقصة. بلش انطلقيت رح نشوفها. وابدئياً بأول السنة. هذه تشوفي. إذا تشوفي السور. أكيد. وبعدين هذه أماكن في إليها تاريخ. في إليها مكان بالذكرى الجماعية. حالو أن تكون باقية وتكون موجودة. صحيح. وهذه بصلاحدي. مهم الحفاظ عليها. أكيد بي بالمئة. أنا بوافقك في حدائق عمرها 50 و 60 و 70 سنة. بدنا نقدر نحافظ عليها ونجملها. مثل اليسوعية كمان. حديقة كثير. حديقة مارن أولى. في مشاريع. 2019. رح يشوفه العالم. مشاريع كلها راح نتتفز. أما بالنسبة للنقل العام. يلي ما بعرف قدي. إذا عم نحكي بس على نطاء بيروت. ممكن أنه نكون. أكيد كثير مفيد. بس هل المشاريع ممكن تبصر النور؟. النقل العام. أكيد نحنا بالتنسيق مع وزارة الأشغال. لأنه في مشروع لكل بيروت. نحنا بنتصير فيه تنسيق معه. نحن بدأ نبدأ كبلدية. أولا نبدأ نحضر البس ستيشنز. هلأ في مشاريع. بخصوص النقل العام. نخفف عجب. هنا مشاريع الباركينج. لأننا نطلق أنه. إذا تشوفوا هذا مشروع الباركينج. هذه بالأشرفية. تقريبا 400 سيارة تحتها. ومحلات تجارية. مع ثلاث مواقف من فوق. وصالة الكونفرانس. في ثلاث أربعة باركينج. بدأ تشوف النور. بالرأس بيروت كمان. في بارك أربعمائة سيارة. وفي كورنيش المزرعة. هذا المشروع اللي تشوفوه. هذا ليزون دوز. هذا التنقل السلس. اللي سيكون على طريق الشام. قدام الـ USG. وينزل لسوليدير. العالم فيها تتمشي. فيها تعمل بايسيكل لين. في جوغينج لين. في أوتدور سبورس أكتيفت. كارسي يعني. هذه الدراسة. كايدة تنفيذ. كايدة تنفيذ. عم يشتغلها الأركيتكت. حبيب دبس. وهذا مزرعة جميلة على طريق الشام. وهذا المزرعة. وهذا الباركينج. طوابق فؤنية وتحتنية. وهذا مزرعة جميلة. نحن كلهم متواجهين. وهذا براس بيروت. وهذا مزرعة. كمان 600 سيارة براس بيروت. بالحمراء. لذلك الكثير من المزرعة يأتي. تخفف العجقات. تجرب السيارات كلها. يعني هكذا تتوسع الطرقات من الحالة. إن شاء الله. لأنه بصارة بيروت باركين. في سيارات. وهذا باركينج. وهذا كانت تحديد. في متروبوليت لسعود الحديقة. مع الكثيفة السكنية. التي تكتر بعد أكثر وأكثر بيروت. طبعا البنية التحديية. ستريد تحديث. كيف تحديث عن هذا الموضوع؟ نحن نطلق كذا مشروع بنية تحتية. إذا تشاهد. مثلا نحن بكرم الزيتون. مبدئيا بدأنا نطلقه. عندنا بالرأس النبع. بالرأس بيروت. في كذا مشروع إنفراسكشور. في منهم خلصه. مثل شارع جاندارج. الإنفراسكشور تبعيته خلصه. في مداخل بيروت. إذا تشوفوا هون. كمان التسفيد. نحن نحن نعمل حملة تسفيد كبيرة. بكل أنحق بيروت. انطلقت وبعدها عم تشتغل. هلأ. هلأ. اللي عم تشوفوه هلأ. هو الليد. نحن مبدئيا فيه. بيك بروشيك كوميج. كوميجي. أيضا في 2019. اللي هو الليد لايت. نحن ننقل للليد لايت. نحن. نحن. this is a big project. وفيه كمان أمين أجمان مناطق. مثلا. إنفراسكشور من الساحة تسيين. عم نعمل مشروع كبير. اللي عم تشوفوه على ساحة. هده هو السور اللي عم تشوفوه. بيك بروشيك على ساحة تسيين. عم نخلق خمسة آلاف متر زيادة. مساحات قدرة. وعم نوسع الساحة. It's a very nice project. كمان على ساحة تسيين. إن شاء الله نشوفو بيبلي ينطلق في 2019. نشغل على تنظيم المدن. بس صعب. يعني مش أنه عم تعمل مكان فاضي. وعم تشتغل فيه. أو مكان مكان ضيق. مكان موجود. وفيه كل فعاليات موجودة. وعم ترجع تقدر توسع وتشتغل فيه. يعني دراسة كتير دقيقة. صحيح. بس بنا ننتبه كمان. بيهمنا كتير social impact. العالم. شو بتزعندما عالم رح تنزعج من الموضوع معين. بيهمنا نأخذ رأي العالم بالموضوع المشريع اللي بنعمله. خاصة مثلا على ساحة تسيين. بتشوفو الأدراج. كل أدراج الأشرفية وغير مناطق كمان. كمان عم نزبطون. هذا درج الفندوم. هذا درج تراسي. رجع ترمم. طلع شيء. طلع كتير حلو. كمان بلدية بيروت تدعم الاندي. بالنسبة للرياضة. يعني أمر كتير مهم من الأولويات. الاندي. أنا صراحة الرياضة بيرسنالي مع أنه من كتير فت يعني بس. بس الرياضة كتير بيهمنا نشتغل عليه. عم ندعم قدمة فينا. درجها دعمنا الاندية الباسكت اللي هن الهومنتمنت الحكمة والرياضة. ندعمهم ميليا قدمة فينا. عم ندعمهم. والفوتبول كمان. الراسينج. نجمة. عم ندعم قدمة فينا الاندية الرياضية. وحتى الاندي الأصغر كمان. وبخصوص الرياضة كمان نحن بيهمنا كتير ندعم. مثلا بيروت ماراتون نحن وقفين حده نحن هالسينيك. زدنا شفاء المساهمة بهدي بيروت باي بايك. It was an event. بيروت ماراتون نحن طلقنا. I love to recycle. I support recycling. بيروت ماراتون is a very serious event. ونحن دعمناه. وهون بدواجه تحية لماي خليل. أنه she's doing great job. والمشاركة عم تكون عالمية يعني. وبس تقليك شغلي. بيروت ماراتون هالسين جيب 50 ألف نزلوا وركضوا بيروت. والحرق خلق حركة اقتصادية. 100% أبافتناين 19 مليون دولار للمدينة. هذه مدروسة بالأرقام. ونحن بهمنا ندعم هايك جمعيات تخلق حركة اقتصادية. وتكون serious. هالسنتين كمان المهرجانات. يعني كل عمرة عامرة بيروت. بس المهرجانات كان في عليها تركيز. بالفترة. هلأ نحن المهرجانات والكونفرنسز كمان. مش بس المهرجانات. الكونفرنسز نحنا. إذا بتطلعين نحنا بالالفين وستطعش. دعينا الامف كونفرنس. إجا 350 رئيس بلدية بالعالم. إجا وفت أدخل 500 شخص على بيروت. وقعدوا بالفناديق بيروت. الكونفرنسز كتير بيتهمنا. بيهمنا أنه بيروت تكون ترجع سنتر للكونفرنسز. ونحن رح نسهل. هلأ. إذا ترونه هذه الكونفرنسز صارت بالفينيسيا. دعينا من كل أنحاء العالم. كل رئيسة البلدية من موريال لكل الأفريقية. وهذه الرئيسة الريجون. إيل دو فرنسز وقتها أجد على لبنان. والمهرجانات. نحن وين في مهرجانات جمعيات بتقدير. مثل جمعية الليف الأشرفية. أو فوندسيون مونا بصرس. المهرجانات الصغيرة. نحن نستعدين ندعمها. لأنه نعتبر أن المهرجانات تخلق حركة اقتصادية للمدينة. معرض الكتاب كمان هنا. معرض الكتاب كان مبادرة كتير حلوة. نحن شاركنا فيه. وصار فيه كمان إنتر أكتفتي مع العالم. العالم حصينا أنه صار فيه تواصل مع العالم أكتر. هذه المشكلة تنبارك البلدية. أنه العالم بتحس أنه ما في تواصل معه. يعني قد ما فينا نعم بشريع. نقدر نقرب العالم علينا. وأكيد هلأ بيروت بعيد على بواب الأعياد المجديدة والسنة الجديدة. بيروت مزينة طبعا. والعجقة حلوة بيروت. شوية عجقة تصير. متأمل أنه أكيد محضرين حالكم شوية لبعض التنظيم. هلأ هنا صار فيه لجنة تنسيئية مع المحافظ وصاعات المحافظ والونايم نزيه نجم والكوة الأمنية. نحن لا لدينا شرطة بلدية. إن شاء الله سيكون لدينا قريبا. بس أنيواز نحن نتمنى من الكوة الأمنية تنزل بقوة على الأرض. لأنه فعلا إن بارح العالم قاعدوا ثلاث ساعات بسياراتهم. وهذا الشيء مش مقبول. وبالمدينة خاصة بالعصفة لازم. بس على القليلة الزينة كثير حلوة ببيروت. نكون نتفرج على الزينة بهالوقت. والفعاليات كثيرة ببيروت على الأعياد. فالكلنا عم يتوجهوا على هالمدينة الرائعة. شكرا لألك سيد فرنيني ولوجودك معنا. وقفا ونجع متابع. اشتركوا في القناة